ايه ايه اه الوضو تضوي نايم هناك وايه وانا بد اقول لي على نفر انت اذا ضوي اه انت اهد قومي اعد ليه نايمك اه يا عايز عايز انضف حبيت القصب لان هرده مش فاضي عم عبد ناصر انا مش فاضي ايه وراك رايح اتطرد من كنتاكي اه ايه اتطرد من كنتاكي اه ايه اتطرد من كنتاكي اه ايه اتطرد من كنتاكي عم عبد ناصر بعد المغرب الهد مالاخر انا سامع عليك بيقولولي لك عشرة خمستاشر يوم شغالة تلف على المطاعم في البلد وحد راضي يديني قلمين على وشي عم عبد ناصر وحد يسورني كلها روح له التقوى والايمان نزلت على اصحاب المطاعم كل ما روح واعمل لي مشكلة في مطعم يدوني سندوتش يقولولي ما تزعلش يا بوي اضربوني محدش راضي يا عم عبد ناصر فاقلت اروح كنتاكي غالي يمكن حد يديني جلمين وشلوتين وحد يسورني هنا ما بوليه ده كله يا ابو وضلك البيت سور يا عم عبد ناصر وبيتطرد له من مطعم احتمال كبير يتجوز هيفقى واهبي وابابابابابابابا مش هويلنا في مصر فانا قلت اكل ايش برضو عم عبد ناصر طبو هيك جاعة فاهق يا واد نهار كلو انت لك شهرين متجوز قوم القالك يومية تنفعك يا واد هتديني كام هتديك غير سبعين جنيه يا واد وما هتديك كامة نيه سبعين جنيه ايوه ولدي كويسي ايوه ولدي كويسي اوهتت اخر يضوي جدع ولدي وهاتلي سجاي خلاص خليك انتاكي بكرا ياريتني جاعت زيك كفلوتي لاتجوزت ولا روحت ولا جيت ياريتني جاعت داك اردوم ياريتني جاعت داك اردوم ياريتني جاعت داك اردوم خجم ريح نفسه غيرك انتهى واكل شارب ببلاش م bestimmث خلاصت يا دو شوغلك زبطني لك يا عم عبد ناصر السرافة الشرقية والغربية ضايت تمامة الله ينور عليكオاد يا دوي ايوه يأدي لمزلا على المرتك أم شابك عند الناس تطلب مرمري قريب هوري يا عم عبد ناصر طيب ليه يا ضوي ليه مالهي دي عم عبد ناصر كان في فرح واحدة جرتنا من اسبوع تمام وعايزة ترسم حنة على يديه طيب ومالو يا ولدي مش فرح ومالو يا اللي يميل حالها وحال ابوها انت واحدة تجوزتي خلاص هتحطي هترسم حنة لمن الحنة دي بيرسموها العويلات الصغيرين اللي كانت كده دي بمفرحوا لكن انت مرة كبيرة مرة كبيرة والفرح مش فرح يا كي خليك ترسم حنة لولا ما قلت اداب مها فرح يا ولدي يا ضوي الحالين بتجامل بعضها يعني ما تدقكش قوي الله يا عم عبد ناصر اوسخ مشروع فاشل الجواز دي من ضلك يا ود انت تتوق ليك شهريا يا فقري متجوز الله يا عم عبد ناصر اكون تفلوتي قاعد مريح بالي يا اخي مالي ومال الهم يا راجل مالي ومال الهم طيب مالهم يا ضوي نسباك ناس كويسين يا ولدي معاك نسباي ناس كويسين ما بيبقوش يا عم النسبة مش بيبقوا كويسين غير فترة الخطوبة يا عم عبد ناصر عارف امها دي فترة الخطوبة ايوه اروح البيت يا حبيبي تعالى يا حبيبي خلي بالك يا حبيبي عشان السلمة وكسورة تعالى يا ولدي اروح اقعد على الكنبة يا عم عبد ناصر تنفضني الكنبة وتحط لي عود البخور فوق مني بتحبه البخور دي ضوي اعملك محشي يا حبيبي بتحب ورق العنب ولا الكرمب يا غالي الحمام الحمات لانها عايزة تخلص البيعة بي طريقة عايزة تخلص البيعة وتورطني عم عبد ناصر بعد مكلة الحمام عم عبد ناصر ورطوني والله يضلك ما شايف حلمة ودني عارفي عم عبد ناصر دلوقتي بعد ما اروح عنديهم وقول لهم اعملوا لي كوباية شاي ايوه انا اللي اقول متى عملونا كوباية شاي يا بوي اقول لهم حطوا لي تلت معالك سكر تقول لي تلت معالك امها ممكن شفقان عليك يا ضوي اه يعني الواحد اللي حيقعد عليك يا وضي يا ضوي ياريتني قعد ذكر دومي عم عبد ناصر ولا جوزتني ايه جوزتني غير ركبتني غير الهموم يا عم عبد ناصر اه ما هي كلها كده يا ولدي يا ضوي ويريت واحدة يعني عم عبد ناصر يعني الحريب المفروض الشخل عجوازها عم عبد ناصر في البلاوي اللي احنا عايشين فيها دي اه ايوه المفروض يعني هي تنسيك الهم ديت يا فجر انت محملش هموم جوزت يا اخي جوزت يا اخي قول ترتاح واكل لقمة نظيفة بتغدى قصب مها كفاية عادة كلت كتير بفترة الخطوبة يا اخوي اه ما هيك كلت كتير انت وخاطب لا يا عم عبد ناصر المفروض يا عم عبد ناصر الواحدة تسمح كلام جوزت لانه جوزها الباقي لها يا عم عبد ناصر انت دلوقتي راح ترسمي حنة ليه راح ترسمي حنة ليه راح ترسمي حنة انت دلوقتي ايه جوزتي وتقندلتي وتطينتي على ابوك ترسمي حنة ليه طب انت الحنة مش بترسميها لجوزك في البيت هترسميها في الافراح فلازم عم عبد ناصر لازم عم عبد ناصر الواحدة تسمع برضو كلام جوزه ما الحريم غياره يا ضو يا ولدي كلها كدع غياره ايوه غياره يا ولدي غياره يا حد خار بالبلد غير الحريم يا راجل